السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا شباب يا رب تبقوا بخير في البداية نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونستعيز بالله من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام احنا هنتكلم النهاردة عن الموضوع التالت في العمل الى وهو التوكسيسيتي لبعض الحاجات البوتانيكالز اللي هي الناتشرال او ريليتد ليه البلانتز والتوكسيسيتي اف سي ان اس دي بريست ميل يا شباب البلانتز ممكن انها بتطلع التوكسينز كدفينز ميكانيزم اجنست البريديترز اللي هي الكائنات اللي بتعتدي على البلانتز والتوكسيسيتي بتاعة البلانتز ممكن تبقى حاجة زي مثلا التعرض ليه البولنج جرينز يعمل هي فيفر او راش وممكن يكون توكسيسيتي عالية جدا فواحد من الحاجات اللي هنتكلم عليها في العمل هو نبات الديشيتاليز نيوريوم وده بيعمل مشاكل كارديو توكسيسيتي الديجيتاليز طبعا اللي بيبقى جواه الديجوكسين او الديجي توكسين ده بيشتغل ويعمل انهيبشن للسوديم بوتاسيوم ايتيبيز انزايم وبيزود الكالسيوم جوه عضلة القلب لانه لما بيوقف السوديم بوتاسيوم ايتيبيز بيبتدي انه يشتغل سيرتن انزايم اخر اسمه سوديم كالسيوم اكسي تشينج ويبتدي الكالسيوم يزيد جوه عضلة القلب ودايما بنلاقي ان الديجيتاليز بيزود الفورس اوف كونتركشن فهو بوزوتف اينوترابيك ونيجاتف كرونوترابيك الديجيتاليز بيقلل الهارتريت وزاي ما قلنا نيجاتف كرونوترابيك فهو بيستخدم في علاج الاريزميا اتريال فايبريليشن وبيقوي عضلة القلب فممكن يستخدم فيه الهارت فيلير فيه الليفت ذنتريكلر ديسفونكشن ومن اللي الميكانيزم في اكشن بتاعه انه هو بيوقف السوديم بوتاسيوم ايتيبيز وده بيؤدي الى اكتيفيشن لسوديم كالسيوم اكسي تشينج والكالسيوم هيزيد جوه عضلة القلب ويزود الكونتراكتيليتي الديجيتاليز ايضا بينشط الفيجس نيرف وبيضعف عدد الضربات وبيعمل نوع من انواع الـ AV node block يعني بيمنع الكهرباء بتوين الاتريام والـ ventricle نتيجة انه بينشط الفيجس وهو positive inotropic and negative chronotropic قوي الضربة بيزود القوة بتاعت الضربة ويقلل عدد الضربات الباسوفيثيولوجي بتاعته لازم نعرف ان هو very very narrow therapeutic index والـ therapeutic level يبقى من نص لواحد نانو جرام برميل لو زاد عن 2 نانو جرام برميل ممكن يعمل toxicity بشكل كبير جدا 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 زي ما تفعنا هو بيزود الـ intra cellular calcium نتيجة انه هو بيقلل sodium potassium ATBs وبيزود الصوديم وبيزود الكالسيوم فهو positive inotropic وبيعمل AV block فهو بيقلل الـ conductivity ويقلل الـ heart rate risk factors الناس المعرضة جدا لحدوث toxicity من الـ digitalis طبعا يعني هو narrow therapeutic index الـ digitalis امدى يحصل من وراء toxicity لو حصل hypo kalemia لو البوتاسيوم قليل يبتدي الـ digitalis يمسك فيه الـ receptor بتاعه او الـ enzyme بتاعه بشكل اعنف واقوى يمسك في الصوديم بوتاسيوم ETB بشكل اقوى بالتالي الـ hypo kalemia بتعمل digitalis toxicity كل ما البوتاسيوم بيقل كل ما الـ digitalis يمسك فيه الـ enzyme بتاعه بتاعه اللي هو السوديم بوتاسيوم ETB ايضا الـ renal environment لان الـ ديجاكسن بيمشي عن طريق الكلة لو فيه مشكلة في الكلة الـ ديجاكسن هيزيد في الجسم ويعمل toxicity برضو الـ acidosis برضو من الحاجات اللي لقوا انها بتعمل toxicity لان الـ acidosis بتوقف هذا الـ enzyme اللي الـ digitalis بيوقفه المايوكارجال ischemia بعض الادوية اللي بتقلل البوتاسيوم زي الثيازايد diuretics زي الثيازايد diuretics البيتا blockers ممكن كمان تقلل البوتاسيوم والبيتا blockers ايضا بتقلل الـ heart rate الفيراباميل من الحاجات المهمة هو والدلتيازيم لانهم بيقللوا اخراج الـ digitalis بيشتغلوا على حاجة اسمها الفيراباميل والدلتيازيم بيقللوا الـ clearance وبديجوكسن بيشتغلوا على حاجة اسمها الـ BGB اللي هو permeability glycoprotein ويوقفوه فيمنعوا اخراج الديجوكسن فالديجوكسن يفضل في الجسم ويعمل digitalis toxicity نفس الكلام الـ clarithromycin والتترا سايكلين دول ممكن يأثروا على البكتيريا ويقتلوا البكتيريا اللي كانت بتكسر الديجوكسن فدول بيقللوا الديجوكسن metabolism فيزودوا الديجوكسن في الجسم ويعملوا ديجوكسن ممكن يعمل الاتنين ممكن يعمل اعراض برادي او اعراض ويعمل مشاكل دماغية مشاكل رينال وفيجوال الاريزميا كان طبعا هيأثر على كمية الدم اللي وصل للأورجنز الاريزميا بتعمل كده وبيعمل خلل في ضربات القلب وبيعمل مشاكل سي ان اس و جي اي تي ومشاكل رينال ممكن يعمل دوخة ويعمل تشنجات ويقلل اليورين اوت بوت ويعمل نوزيا وظامتينج دي مشهورة جدا للديجيتاليز لانه بيشتغل على الستي زد ويعمل نوزيا وظامتينج ممكن يأثر على النظر ودي من النقط المهمة انه هو يأثر على البصر ودي تعتبر اللي انديكيشن للديجيتاليز يخليك تشوف الدنيا صفرة مغدرة خلاص ييلو جرين ديستورشن وممكن يحصل ريد بلو يعني تشوف الدنيا ييلو جرين او ريد بلو وممكن يحصل فوتوفوبيا خلاص او فوتو بيسيا اللي هي الفوتوبيسيا من اللي ان يحس الانسان ان في فلاشز بتخبط في عينيه ويحصل بلور ديفيجن انيهاو دي الايرلي انديكيشن للديجيتاليز دوكسيستي تشوف الدنيا صفرة مغدرة او ريد بلو فوتوبيا او فوتوفوبيا وفوتوبيسيا اللي هي فلاشز الدياجنوز مهم ان احنا نقيس الديجاكسن ولما نقيس الديجاكسن يعني هلقيه اكتر من اتنين نانو جرام برميل اللي يبقى فيه ديجيتاليز دوكسيستي الديجيتاليز ايضا بيأثر على البوتاسيوم ممكن يعمل هايبر كاليميا ديجيتاليز بيزود البوتاسيوم في الجسم ده مينلي في الأكيوت توكسيستي يعني في الأكيوت توكسيستي بيعمل هايبر كاليميا لكن في الكرانيك توكسيستي ممكن يعمل هايبو كاليميا وبيعمل هايبر كاليميا في الأكيوت توكسيستي ممكن كمان يأثر على رسم القلب اللي هو الـ ECG ويعمل حاجة اسمها CT segment ديبريشن تيجي تتفرج على الـ ECG تلاقي الـ ECG بهذا الشكل الـ T-Wave حصل لها flat أو حصل لها ديبريشن يعني ممكن كمان تتقلب أو يحصل فيها مشكلة دي برضو من أعراض الحاجات بتاعة الـ ديجيتاليس توكسيستي يحصل الـ ST segment يحصل فيها ديبريشن ودي بيسموها reverse check أو reverse check sign بتعرفنا إن فيه ديجيتاليس توكسيستي كي اللي هو الـ ST segment ديبريشن أو الـ reverse check أو reverse check management نزبط الـ ABC اللي هو الـ air way والبريسن والcirculation ناخد الـ history وممكن ناخد حاجات بقى لو أنا تعرضت له oral بنعالج الكلام ده oral بالـ activated charcoal ولو فيه electrolyte imbalance حصل في acute toxicity hypercalemia الـ hypercalemia دايما بيعالج بالإنسولين بندي إنسولين عشان نعالج الـ hypercalemia وإحنا بندي الإنسولين ندي جولوكوز وممكن نعمل hemodialysis في الحالات العنيفة جدا ممكن كمان يكون فيه acidosis فندي sodium bicarbonate ندي sodium bicarbonate من أشهر الحاجات اللي بتستخدم الـ digoxin antidote أو ال-digibind ال-digoxin antidote ده بيبقى عبارة عن antibody اسمه digibind اسمه digibind وده very specific عبارة عن antibody against ال-digoxin خلاص ده antibody بيسموه fab antibodies وده first line treatment of significant significant digoxin toxicity هذه الفragments طبعا بتمسك فيه free digoxin ويبقى اسمه digoxin immune fragment وطبعا هيقلل free digoxin فيه الدم ويبتدي يحصل dissociation لل ال-digoxin من ال-binding side بتاعته اللي هي sodium potassium ATBs فال-significant antidote او significant first line treatment for significant digoxin toxicity هو ال-digibind وزي ما اتفقنا ال-hyber kalemia بنعليجها بالإنسولين وجلوكوز ال-hyber kalemia هتلاقيها دايما انها بتحصل في ال-acute toxicity لكن في chronic toxicity بيبقى فيه hybo kalemia اكتر طبعا برضو بنعمل management للاريزمية نعمل control لضربات القلب الزيادة او ضربات القلب اللي فيها مشكلة لو ضربات القلب علي احنا توقعنا ان ممكن في ال-digitalis يحصل taquicardia وال-taquicardia دي ممكن تحصل فبيعالجوها مين لي بالفينيتوين والليدوكين ده في التاكي كاردي خلاص في التاكي كاردي اما لو في برادي كاردي مين لي بيدو ال-أتروبين يا جماع لو في برادي كاردي مين لي بيدو ال-أتروبين في علاج ال-برادي كاردي كده يبقى احنا اتكلمنا على ال-digitalis toxicity دي من النقط المهمة اللي كنا حابين ان احنا هنتكلم عليه هنبتدي بقى نتكلم على بعض الكيس اللي ليها علاقة بال-botenical او ال-plant toxins فدي محتاجين ان احنا نبقى مذكرين المحاضرات بتاعة ال-plant او ال-botenical toxins هنا بنتكلم ان في old man patient راح ال-emergency department عنده epigastric pain nausea blood stool vomiting these symptoms بعد كده با 5-day history of constipation واخد large amount of mixture of herbal medicine preparation two days prior to his admission liver enzymes mild to after four hours of abdominal pain become worse and patients start showing upper gastrointestinal bleeding manifested as hematimesis وبدأ هذا العيان يتقي دم وبدأ ياخد هذا العيان شوية intra venous fluid و fresh frozen plasma و blood transfusion in the second day his liver enzymes increased the patient was continued to be managed with supportive measure however he remained resistant hypotensive on the third day he developed cardiopulmonary arrest and was resuscitated however he couldn't be revived يعني مقدرش ان هو يتعايش يعني دي من اكتر الحاجات ك mushrooms يمكن اتكلمنا عليها ان ممكن بعض mushrooms تمر به هذه المراحل يمكن من اكتر الحاجات اللي كان لي هبات toxicity يمكن احنا اتكلمنا عليها بس برضو انا حبيبكو ان انتو تذكروا حتة البوتانيكالز كان في الامة toxins ده اللي كان طالع من الامانشيا mushrooms ان ده ممكن يكون له يعني هباته toxicity ويعمل مشاكل كبيرة جدا على الكبد اللي هو الامة toxin ده اتكلمنا عليه بشكل كبير للغاية فكنا بنتكلم على الامة toxin ان هو من الحاجات المشرومز اللي كانت بتعمل هباته toxicity عنيفة وبيعدي بمراحل فده ممكن ان احنا يعني نتوقع حاجة زي الامة toxin فدايما الواحد لما بيجي يحل كيس يعني بيتوقع وبعد كده بنشوف الاسئلة ونرجع نقرأ تاني الكيس يعني مثلا للوهلة الاولى احنا قلنا الامة toxin هل ده سليم ولا لا لو جينا مثلا بصين هنلاقي ان في نقطة محطوطة ان هذا المريض عنده كونستبيش كونستبيش واخد كمية كبيرة جدا من الادوية التي تعالج كونستبيش فممكن نتوقع ان هو يكون حاجة من اللي هو الكستور ومدام انا دخلت في الكستور يبقى ممكن يكون الرسين اللي هو الرسين ده اللي احنا تكلمنا عليه ده برضو من الحاجات المهم يبقى انا شاكك في ده وشاكك في ده لو جيت بصيت هلاقي ان ممكن مثلا في الاسئلة تساعدني على ذلك الميكانيزم بص هنا لو مين في المحاضرة هتلاقي ايه الوحيد اللي احنا اخدناه هو الرسين يبقى ميلي هنا احنا هنمشي اضق انه هو يبقى الرسين توكسي يبقى هو الرسين والميكانيزم لو احنا فاكرين ان ده رايبوزومل اناكتيفيتر بروتين طيب 2 ولو انهيلد بيحصل بلمونري ايديمة بلمونري ايديمة او بيحصل نيومونيا بلمونري ايديمة او نيومونيا ولو المريض جاب ادري ممكن انه ناخد حاجة زي ممكن يجيب نتيجة وممكن كمان الجاستريك اللي هو الغسيل المعدي المعدي وقلنا لو احنا كنا متذكرين هذه القسم ماشي ده بالنسبة للكيس الاولانية وزي ما قلت يفضل ان احنا نكون مذكرين المحاضرة بتاعة البلانت طيب هنا بنقول ان فيه 18 سنة في ميل راحت الاميرجنسي ديبارتمنت 30 منت بفور شيد طيب اف مشو هنا موضح جدا ان هو مشو جالها سيجرز جالها سيجرز يبقى هنا هنشك في الحاجات بتاعة السيجرز ومانجد ب اي في ضيازي بام ولكن السيجر ريفراكتوري دي دي مميزة دي مميزة جدا جدا ان هنا السيجر ريفراكتوري يعني مش بتتعالج بسهولة ده كان مين الوحيد اللي اتكلمنا عليه في القصة دي اللي هو الجايرو مترين يمكن ده اتكلمنا عليه في النظري اللي هو الجايرو مترين ده من الحاجات اللي بتعمل كونفولجن ومين للميكانيزم بتاعه انه لو احنا فاكرين كان بيعمل ديبليشن للجابا وممكن يأثر على فيتامين بي سيكس اللي هو البيروديكسين والجنرال مانيجمنت للكيس ممكن يستخدم انه ممكن ندي البيروديكسين خلاص كانت جرعته 25 ميلي جرام بر كي جي اي في البيروديكسين اللي هو فيتامين بي سيكس اللي هو فيتامين بي سيكس فده برضو من الحاجات المهمة اللي ناخد بنا من خلاص جايرو مترين كان بيعمل كونفولجن انتركتابل ومن راحت للهوست بيتال كومبليلينج اناوريكزيا نوزيا فومتينج هيدك كوميرشل هيربل ميكسشر فاوند ات هوم زابيشنت كليمد هير فيجوال كومبليين يعني في مشاكل فيجوال في مشاكل فيجوال اه وييلو جرين فلاص ييلو جرين يبقى ده على طول درجة الحر سبعة وثلاثين رسبيراتوري بلس الرجول هارت ري وخمسين دي بردي كاردي دي كس حلو قوي يعني هي كس تأليف بس هنا مثلا فيه كلياريثرومايسن وقلنا ان كلياريثرومايسن من الحاجات اللي بيينهبت الميتابوليزم بتاع البكتيريا جوه الجي اي تي وبيزود الجوكسن في الجسم والجوكسن لما بيزيد في الجسم يبتدي يعمل توكسيسيتي فهنا واضح اول ان كلياريثرومايسن مكتوبة يعني بعناية واضح جدا الييلو جرين كالر يبقى دي لي علاقة بالديجيتاليس توكسيسيتي خلاص يبقى الديجيتاليس توكسيسيتي اه وهنا كمان واضح ان في اه هايبو كاليميا هايبو كاليميا وان ان الهايبو كاليميا يعني يعني من الحاجات اللي بتزود الديجيتاليس توكسيستي اللي هن نقص البوتاسيام بيخلي الديجيتاليس بايند ل الانزايم بتاعه شكل اقوى اللي هو السوديم بوتاسيام ايتيبيس فهنا هايبو كاليميا وفي كلاريترومايس وفي الييلو جرين كالر دي كلها حاجات مميزة في هذه الكيس التوكسيستي بتاعة السي ان اس دي برضو من المحاضرات اللي احنا اخدناها هنا كيس على الكحليات و حصل كار اكسيدنت وجالها اتاكسيا والسلورد سبيتش والتنفس كان الريجولر وهايبو كليسيميك خلاص و واخد الكحليات to after being inebriated الانبرييشن ده احنا قلنا ده من اعراض ال acute الكهول توكسيستي الانبرييشن ده اللي هو acute الكهول توكسيستي تبقى دي ممكن نقول عليها case للأكيوت الكهول توكسيستي خلاص وبرضو كل هذا الكلام كان موجود في النظري acute الكهول توكسيستي ممكن و و علاجات طبعا علاج الالكهولزم برضو واخدناه في المحاضرات بتاعة الكحليات وعلاج الالكهولزم قلنا بندي حاجات شبيهة بالكحليات زي التوبيراميت والأكام بروزيت وبناخد مكرهات زي الضايس الفيورام والتمبو زيل دي برضو كيس على البنزو دايزبين ميكانيزم بتاع البنزو دايزبين انه هو مين اللي بيمسك في الجابا ريسبتور في الميديولات ريسايت وبيزاود الفريقونسي اوف اوبنين اوف كلورايد شانل وكان لي انتيدوت اللي هو الفلوم زينيل ده الانتيدوت اوف بنزو دايزبين البنزو دايزبين عنده بيحصل طانيك طبعا الكحليات لما بنيجي نبطلها بنعدي باربع مراحل كانت 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 طانيك طانيك طبعا الالكول نتيجة الابيويد ريسبتور لا غلط ما هو بيشتغل برضو على الميزوليمبك دوبامين باثوي فيعني انا قلت بس ابص عليهم بصة كده معاكم ولكن انا شايف يعني برضو نبقى اريين اريين او سامعين المحاضرات بتاعة الدراج ابيوز خاصة الـ cns دي بريسانت محاضرات cns دي بريسانت بتاعة الابيوز ومحاضرة البلانت توكسن برضو هتبقى مفيدة كمحاضرة بتاعة البوتينيكل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر